يعني ما تبضلت به هو عين الصواب أن الإيرانيون عندما يقدمون هذه المساعدات وعندما يستشعرون أن هم ذهبوا الآن الإيرانيون في سياستهم هم ذاهبون إلى الشرق نحو الشرق يعني عندما تكون السياسة الإيرانية بهذا المحتوى وعندما تعلم للجميع أن نحن ذاهبون إلى الشرق خلص يعني نحن الآن علاقتنا مع روسيا ومع الصين هي الأولوية لنا جدينا ونحن الآن لا يهمنا والآن حتى إيران الآن غير مكترثة إلى موضوع الحوار أو إعادة المباحثات بالبرنامج النووي لأنه إيران الآن تسير بسياسة رمادية هي سياسة رمادية أنها لا تريد الحرب ولا تريد السلم يعني هي ما بين الحرب وبين السلم وهذه السياسة الرمادية تخدم أهدافها تخدم طموحاتها بعيدا عن مواجهة عسكرية مباشرة وبالتالي بعدها تحقق لها أدف وتستطيع من خلال هذه السياسة الرمادية أن تدارتها بشكل فعال يعني تبتعد عن الحروب التقليدية الحروب التقليدية التي عانت منها في ثمان سنوات مع العراق وحدث ما حدث وكيف انهار الجيش الإيراني وكيف حدث التفوق العسكري العراقي في ثمانيات قرن الماضي نحن الآن فإذن ماذا فعلت الآن ذهبت إلى الحروب الغير مباشرة ذهبت إلى استخدام كما قلنا في بداية الصواريخ الموجهة الآن عندها إمكانية الطائرات المسيرة الآن هي تزيد وتعمل على زيادة مدايات هذه الطائرات زيادة حمولاتها زيادة وقت طيرانها في الجو وكذلك الصواريخ التي الآن تفعل عندما تريد أن تساعد روسيا بالصواريخ أو الطائرات المسيرة هل تعطيها مجانا؟ لا طبعا أولا تسعي الحصول على صفقة من الطائرات سو 35 وهذه الطائرات تطورة وحديثة ومقاتلة وهذه الطائرات إذا وصلت إلى إيران سيكون هناك عملية في تغيير ميزان الحالة العسكري في منطقة الشرق الأوسط يعني ميزان القوة وميزان الاستعداد سيتغير وثانيا أيضا وتسعي إيران أيضا الحصول على الغواصات والبوارج الروسية لاستخدامها في تأمين الحماية لمصالحها في منطقة مهمة كالخليج العربي وموضي قرمز وببحر العربي كذلك هناك أيضا تسعى إلى تطوير جيشها يعني نحن كنا نعلم أنه خلال هذا العقد المضى من الزمن لم تصل إلى الجيش الإيراني أي معدات متطورة اعتمد على الحالة الذاتية واعتمد على الخبرة الداخلية وعلى كثير من الصناعات المحلية وكذلك على التصنيع العسكري وعلى الخبرة الإيرانية التي ابتسبت بعد توقيع الاتفاق مع 2015 بخصوص البرنامج النووي وبهذا تستطيع هنا أن تطلب من الروس تزويدها بالتقنية التكنولوجية لتطوير أيضا السلاح النووي وهذا طبعا من المؤشرات المهمة التي تتابع وهي أيضا على المحاق روسيا الآن تستطيع أن تفعل ذلك إن لم ترسل أساسا بعض من خبراتها أو بعض من علمائها وفي عملية كما نعلم الاتفاقات التي حدثت مؤخرا والخبرة التي تم ما بين الروس وبين إيران إذن إيران أمامها خبرة روسية تعلق بالبرنامج النووي لقاء المساعدات العسكرية التي تقدمها وكذلك أيضا الصين لديها أيضا خبرة في البرنامج النووي يعني الآن لو جئنا بحالة سريعة نعلم أن تحقيقات الأخيرة التي قامت بها الأمم المتحدة بخصوص الأسلحة وتحديدا الطائرات التي تصل إلى المساعدة تصل إلى الحوثيين ثبتت تحقيقات الأخيرة أن هناك كثير من هذه الطائرات ومحركتها وبعض التقنيات فيها تصنع في الغرب يعني تصنع في الرب ولكن عندما تصنع تأتي إلى الصين ومن ثم تصل إلى الحوثيين إذن هذا التعانون وهذا التنسيق ماذا يشير لك؟ يشير إلى تعاون واضح أقليمي إيراني صيني نتيجة التحالف ما بين هذه القوة هذا الموضوع مهم جدا نحن عندما نتحدث عن حالة مهمة وقدرة على التطور نفهم أن إيران الآن تستطيع أن تواجه العالم وتستطيع أن تفرص سياستها الإقليمية وسياستها الدولية بما تملكه من أسلحة قد لا تكون أسلحة كما قلنا هذه الأسلحة المتطورة والبارجات ولكنها لديها الآن وتتمتع بقدرة كبيرة على موضوع الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة التي بدأت تقلق الجانب الأمريكي الذي رأى أن إيران الآن أهمية هذه الأسلحة عندها أهم من عملية الخوض في موضوع الجولة السابعة للبرنامج النووي إيران الآن لا تحتاج لذلك إيران الآن بعد الاتفاقات التي حدثت والتطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط والرطان العربي أمنت بعض الجانب في موضوع سياستها استطاعت أن تعيد هيكليتها من جديد أن تتغلب على بعض المعاوقات وبدأت تطرح نفسها من جديد وأصبحت أيضا تتغلب على بعض مصاعبها في موضوع قبولها إقليميا ودوليا اشتركوا في القناة